أما الصلاة فعند قسم من الناس نعوذ بالله أكو هناك للأسف كما يردنا يعني خلال هالفترة القصيرة شخص أرسل لي يتكلم على استخفاف زوجته بالصلاة وعكس ذلك سؤال هكذا يقول أنا زوجتي مستخفة بالصلاة يعني أذكرها بالصلاة تقول ما يخالب بعدين تروح تنشغل ما تصلي أدري ما تصلي أسألها وأنا أكون مراقب إلها تقول إيه صليت فتكذب ولا تصلي فهو يسأل أنا الآن أريد أن أنجب منها هل يصير أن أنجب منها أو لا طبعا يصير أن تنجب منها ولكن بقاءها على هذا الحال التي هي عليه ما بينها وبين الكفر بالله إلا خيط رفيع هو أن تكون مستحلة أو غير مستحلة إذا واحد ترك الصلاة مستحلا قال أنا ما أعترف بالصلاة وما حد يقول هي واجبة وهل حتي اللي جايبين كل حتي باطل ما إلى معنى لا أصلي لأنه لا يجب علي الصلاة هذا ينتهي طبعا إلى تكذيب القرآن وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله قرآن يقول أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والنبي ما أكثر التوجيهات في هذا فهذا الإنسان يصير مستحل لهذا الواجب ينتهي ومكذب للقرآن وللنبي وهذا معنى الكفر بالله أو لا من باب فقط التكاسل أو العصيان فهذا يكون الإنسان فاسقا أو المرأة تكون فاسقة بنظر الشرع مع أنه معلوم عند الناس جميعا أن الصلاة إذا قبلت قبلة ما سواها وإن ردت رد ما سواها يعني شنو قبلت قبلة ما سواها شايب بعض الشركات تقدم إلك ورقة فيها أنه نحتاج إلى موظفين أول صفة لنفترض أن يكون خريج الجامعة بعدين لنفترض أن يكون يتقن الإنجليزية ثلاثة عند دورات كمبيوتر أربعة كذا كذا بس هذول عندهم الشهادة في الدرجة الأولى إذا واحد جاب الشهادة قدامهم بعدين يطالعوا في بقية الشروط أما إذا واحد قل لهم أنا ما عندي هذه الشهادة عندي شهادة الثانوية أو شهادة المتوسطة ما ينظر في بقية الملف أصلا يذب ذاك الصوب يوم القيامة بعد السؤال عن العقائد لأن العقائد مرتبة الأصول هي الأكبر فيما يرتبط بالفروع والواجبات إذا صلاته مرتبة ينظر في بقية الأمور إذا صلاته متروكة خلص ما يحتاج ينظر في بقية الأشياء هذا ملفه يلقى جانباً وأحياناً بالعكس تجي أمرأة تقول زوجي يجي من العمل يستحام على راحته يستريح على راحته ينام على راحته أما قضية الصلاة إذا تفرغ ذاك الوقت يصلي وإذا ما تفرغ خلاص بعد مع السلامة زين هذا ما الذي يربطك بالدين إذا كانت صلتك بالصلاة قد انقطعت هذا يقدم هواه ونومه وراحته وتلك عبثها على أمر ربها وأمر ربه هذا الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنته